موسيقى موسيقى راح نحكي عن موضوع او عن فاكهة مهمة جدا تقريبا موجودة وهذا موسمها في فصل الشتاء وهي فاكهة لها فائدة رهيبة جدا على جسم الانسان وايضا يمكن ان تستخدم بطرق مختلفة يمكن استخدامها كمشروب يمكن وضحها على صحن السلطة يمكن تناولها بالملعقة طرق كثيرة يمكن ان نتناول هذه الفاكهة يعني شو بنحكي الفاكهة اللي بنعملها عصير واللي بنحطها على السلطة فالزورة هي لا مش فالزورة هي فاكهة عرفتوها فاكهة الافوكادو الافوكادو فاكهة اه هي مش خضار الافوكادو هي فاكهة عادة كل شيء في بذور يمكن ان يصنف كفاكهة يعني البندورة او الطماطم فاكهة البادنجان فاكهة الافوكادو فاكهة وهنشوف مع بعض فواكه او فوائد هذه الفاكهة الرهيبة وفاكهة الافوكادو بداية الأفوكادو الموطن الأساسي تباحها هو أمريكا الوسطى ولكن انتشرت شجرة الأفوكادو على مستوى العالم وموجودة في حوض البحر المتوسط موجودة في فلسطين موجودة في أسبانيا وغيرها من الدول الآن يمكن زراعة شجرة الأفوكادو إذا توفرت لها العوامل البيئية والمناخية المناسبة مع العلم أن شجرة الأفوكادو هي شجرة خضراء طول السنة يعني أوراقها لا تسقط في الخريف كبقية الأوراق لذلك تعتبر من النباتات المخضرة شجرة الأفوكادو أو الأفوكادو بشكل عام استخدمة قديما في الطب القديم سواء الثمرة البذرة الموجودة بالثمرة القشرة الخارجية ولحاء الثمرة أو لحاء الشجرة طبعا إحنا اللي بنعرفه بنجيب حبة الأفوكادو بناخد الجوة والقشرة بنرميها تمام؟ والعجمة كمان بنرميها لكن لو إحنا مسكنا شريحة الأفوكادو أول شيء القشرة هاي اللي إحنا شايفينها الجلدة اللي برة هذه كانت تستخدم سابقا في الطب الشعبي كانوا بيجففوها في الهواء الطلق بعد ما تجف بيطحنوها وتستخدم طارد للديدان وتستخدم مضاد للإسهال وتستخدم كمقوي للمعدة هذا في الطب الشعبي القديم يعني الآن إحنا لما ناخد ما بداخل ثمرة الأفوكادو اللب هادي أو الجلدة هادي ما نرميهاش نخليها بنجففها بنطحنها ونستخدمها الإستخدمات اللي حكينا عنها كمان كانت تستخدم للأطفال لنفس الشيء تستخدم للأطفال سواء للإسهال أو لمشاكل المعدة إحنا لما بنيجي بناخد ما بداخل الأفوكادو بنروح القشرة مش بناخد بالنا إنه إحنا لازم لازم إنه إحنا نكشط ما بداخل القشرة يعني المفترض لو إحنا مثلا بننجشرها هنلاقي إنه في جزء من ما بداخل الأفوكادو ملزق بالقشرة هذا لازم نكشطه بالمعلقة وتكون الجلدة تقريبا ما فيها أي شيء ليش؟ لأنه جزء كبير من الفيتامينات والمعادن ملتصق بالقشرة من الداخل تمام؟ هادي بشكل عام طب تعالوا ندخل أكثر عمقا نتعمق نشوف الأفوكادو من جوه إيش مكوناته وما هي القيم الغذائية والعلاجية لثامرة الأفوكادو أول شيء تقريبا ثامرة الأفوكادو تحتوى على 9 جرام كربوهيدريت 2 جرام بروتين 15 جرام دهون 7 جرام ألياف بمعنى لو إحنا جبنا 146 جرام من ثامرة الأفوكادو من الداخل هل لجيها أنها بتحتوى على 39% من احتياجي اليوم من الألياف يعني لما أنا أكل 139 جرام من الأفوكادو هاخد 39% من احتياجي من الألياف وهاخد 38% من احتياجي من فيتامين كاف وهاخد 28% من احتياجي اليوم من حمض الفوليك أو الفوليك أسد وهاخد 24% من احتياجي من فيتامين جيم وهاخد 20% من احتياجي اليوم من البوتاسيوم وهاخد 12% من احتياجي اليوم من فيتامين بي 6 وهاخد 12% من احتياجي اليوم من السعرات الحرارية وكل 126 جرام من الأفوكادو أو فاكهة الأفوكادو تحتوي على 233 سعر حراري والدهون الموجودة في فاكهة الأفوكادو هي دهون غير مشبعة منها أوميجا 3 وأوميجا 6 عشان هيك بنقول انه حارب الدهون بالدهون ايش يعني نحارب الدهون بالدهون يعني الدهون الضارة الموجودة في جسمي من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية لو أنا تناولت ثمرة الأفوكادو راح تقلل من الدهون الضارة بالجسم وتكتسحها لذلك تناول الأفوكادو يعني كتير بيقول لك أنا بديش أكل أفوكادو عشان في دهون لا الدهون الجوة دهون مفيدة لديها القدرة على تقليل نسبة الدهون الضارة بالجسم في ناس بتقول لك أنا ما بدي أكل أفوكادو عشان بنصح عشان بنصح بنقول انه الأفوكادو اللي بده يضعف يأكل أفوكادو واللي بده ينصح يأكل أفوكادو تمام اللي بده ينصح يأكل بزيادة لنقولنا في سعرات حرية عالية وعلى الأقل انه أنا باخد دهون غير مشبعة وباخد فيتامينات ومعادن والآخرية الكلام اللي حكنا واللي بده يضعف هيأخذ أفوكادو بكمية معتدلة حسب المسموح له في نفس الوقت رح يأخذ كمية من الألياف والفيتامينات والمعادن والفايتو كيميكالز اللي هو المواد الكيميائية المفيدة اللي رح تعمله على تقوية جهاز المناعة إذن أول فائدة لثمرة الأفوكادو أنها تقلل نسبة الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم اتنين مفيدة وينصح تناولها للي بده زيد وزنه وللي بده ينقص وزنه ولكن حسب الكمية المتناولة طيب إيش كمان من فوادي الأفوكادو الأفوكادو طبعا إحنا لو سبناه لو إجينا للأفوكادو بعد نص ساعة هلاجي صار لونها أصمر ليش الصمار هذا أجه لأنه ثمرة الأفوكادو تعتبر من النباتات المضادة للأكسدة عشان هيك عشان أحافظ على اللون هذا تبع الأفوكادو لو أنا بده قاطع شرائح إما بضيف عليه خل أو الليمون عشان أحافظ على المواد ولا تتأكسد بالجو الطبيعي إيش يعني مضاد الأكسدة يعني لديها القدرة على محاربة الجزيئات الحرة شو يعني جزيئات حرة هذه الجزيئات الحرة هي تنتج نتيجة عمليات الأيض في داخل جسم الإنسان وهي موجودة بكميات طبيعية نتيجة العمليات والتفاعلات البيو كيميائية في جسم الإنسان ولكن إذا زادت الجزيئات الحرة عن المعدل الطبيعي راح تهاجم الخلايا الطبيعية وتشوهها وتبدأ المشاكل الصحية من وراء الجزيئات الحرة ابتداء من الرشح انتهاء بمرض السرطان يعني بما أن الأفوكادو يعتبر من الفواكه المضادة للأكسدة يعني هي مفيدة جدا للوقاية من مرض السرطان أو أنه أنا أدخلها في النظام الغذائي لمريض السرطان وأيضا أدخلها في النظام الغذائي تبع المريض اللي عنده تليفات في الرئة كونها بتحتوى على الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة وبنفس الوقت قولنا بتحتوى على سعرات حرارية عالية وهذا دائما اللي بيحتاجه مريض التليف عشان يقدر جهاز المناعة تبعه يكون قوي طيب نتيجة المكونات الموجودة في فاكة الأفوكادو هي مقوية للعظام وتعتبر مضاد للالتهاب المفاصل يعني اللي عنده ألم في مفاصله اللي عنده التهابات اللي عنده خشونة مفاصل اللي عنده هشاشة مفاصل يدخل مشروب أو عصير أو تناول أفوكادو ضمن البرنامج الغذائي تبعه بما أنه الأفوكادو يحتوي على دهون غير مشبعة يعني هو مقاولة الذاكرة لأنه الدماغ جزء كبير منه دهني تمام؟ فتناول الأفوكادو للصغار للكبار للمرأة الحامل للمرأة المرضع مفيد جدا تحديدا لتقوية الذاكرة والقدرة على التركيز لذلك مننصح تناول فاكة الأفوكادو والموز للطلبة قبل الامتحانات كمان الأفوكادو يعتبر غذاء جيد لمرضى السكري لأنه الأفوكادو مؤشر لجليسيمي أو مؤشر ارتفاع السكر أو المؤشر لجليسيمي قليل يعني يعتبر من الأغذية الآمنة لمرضى السكر ولكن حطه تحت كلمة لكن خطين إذا كان مريض السكر عنده سمنة بدي يأكل الأفوكادو باعتدال إذا كان مريض السكر عنده نحافة بإمكانه يأكل ما في مشكلة زي ما بيدهم الأفوكادو رقم 2 لما نيجي ندور على الأفوكادو لازم نجيب الأفوكادو الطرية يعني هذه جاسية شوية إذا كان الأفوكادو جاسي معناته نسبة السكر عالية فيه ممكن تصل لستين في المية ستين في المية وهذه معلومة مهمة جدا الأفوكادو الجاسي الصلب ستين في المية من مكوناته سكريات ولكن لما يصير طري كويس ويكون أقدر أنه أنا أدقه يعني أو يكون لما أضغط على حبة الأفوكادو يعني إذا بتدخل لجوه مش زيك هذي جاسية شوية ممكن تصل لنسبة السكريات تلاتة في المية تخيلوا من ستين في المية لتلاتة في المية قديش في عندي سكريات لذلك تناول الأفوكادو المسوي هو آمن لمرضى السكر ومش بس آمن لمرضى السكر هو مفيد للكبد ويعتبر يحافظ على خلايا الكبد ومنشط للبنكرياس إيش كمان؟ الأفوكادو يعتبر من الفواكه قلنا وفي نفس الوقت ممكن أدخله في الصلطة وفي معلومة مهمة جدا برضو إذا كانت الصلطة تحتوي على جزر أو خس الأفضل أن أقطع عليها الأفوكادو لماذا؟ لأن الجزر والخس غنيين وتحديدا الجزر غني بالبيتا كاروتين تمام؟ والبيتا كاروتين عشان يتحول إلى فيتامين ألف بحاجة إلى وسط دهني والأفوكادو تعتبر من الأوساط الدهنية يعني لما أنا أتناول الجزر الغني بالبيتا كاروتين لو كان معاه لو كان موجود في وسط دهني زي الأفوكادو رح يتحول إلى فيتامين ألف طب إيش هو فيتامين ألف؟ فيتامين ألف يعني مقوّل جهاز المناعة يعني بحافظ على النظر يعني مقوّل الجلد يعني بساعدني كتير في حل مشاكل صحية في جسمي تمام؟ كمان الأفوكادو غني بفيتامين كاف إيش يعني فيتامين كاف؟ فيتامين كاف من الفيتامينات الذائبة في الدهون اللي بتساعد على تخصر الدم يعني لو أنا عندي نقص في فيتامين كاف أو أي شخص لا قدر الله عنده نقص في فيتامين دال هللاقي دايما عنده سيولة في الدم هللاقي دايما جلده أزرق لذلك ينصح بأنهم يتناولوا الأفوكادو والأغذية الغنية بفيتامين كاف لأنها بتساعد في تخصر الدم لوجود مركب اسمه بروثرامبين أيضا الأفوكادو يعتبر من الفواكه بشكل عام المفيدة جدا هذا جزء بسيط من فوائد الأفوكادو اللي بتمنى أنه إحنا نستفيد منها والأفوكادو بإمكاني أنه أنا أعمله عصير أضربه على المولينيكس ومع بعض الفواكه أو أنه أنا أستخدمه في الصلطة والاستخدامات الأخرى ممكن كمان في ناس بقلوا فيه بيض ولا هو عديد من الاستخدامات كل شخص حسب الثقافة تبعته يعني أكتفي بهذا القدر عن نبات وفاكات الأفوكادو اللي بتمنى أنه إحنا بحاجة إلها تحديدا في فصل الشتاء عشان تدينا طاقة الآن رح ناخد نبدأ بالمشاركات والأسئلة ومعنا سعد العطار السلام عليكم وعليكم السلامة كيف حاكا دكتور هياك الله تفضل إيش أخبارك الله يرضى عنك يا رب دكتور بالنسبة لبكاتو هل هي مفيدة للمعاء صفار على الكبد المعاء ايه المعاء صفار على الكبد صفار صحيح 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 ولا يهمك إيش سؤال تاني هو هذا السؤال وكيف طريقت يعني التحضير أو الطريق المناسب للعلاج صحيح زي ما حكيت أستاذ ساعد قبل شوية أنه الأفوكادو مفيد جدا للناس اللي عندهم مشاكل بشكل عام في جسمه وحتى يعتبر آمن لمرضى الكبد أو الناس اللي عندهم الصفار وبإمكاني أنه أنا أتناول الأفوكادو سواء على الصلطة أو على كعصير وتحديدا في عصير وحتى في بعض الدول الأفوكادو يعتبر من النباتات أو من الفواكه غالية الثمن يعني قبل ما نطلع الهواء كان في عنا أحد الأخوة كان موجود في ماليزيا وبقول يعني أنا مش هدوة حب الأفوكادو كنت رحت أدور على الأفوكادو مش موجود هناك وكان تقريبا الحبة حجها ثلاثة شكل يعني أربع رنجت يعني تقريبا ثلاثة ونصف شكل بالحبة بتنباع اللي إحنا بوصل عندنا الكيلو بثمن خيص لكن للأسف مش كل الناس عارفة قيمته لذلك الأفوكادو في عصير جدا لو أنا وبالذات هذا الوصفة للناس اللي عندهم نحافة الحبين ننصحه أو الناس اللي حبين يقو الزاكرة تبعتهم وأيضا للرجال اللي حبين يقو القدرة الجنسية عندهم وتحديدا هذا العصير يشرب قبل الجماع بمدة ساعة رح يدي طاقة والشعور بالإثارة الجنسية عند الرجال وهي بنجيب حبة أفوكادو صغيرة طبعا وزي ما قلنا تبقى مستوية موزة ونضيف حليب إذا كان في حليب طازج بيكون ممتاز جدا ونضيف ملعقة من العسل ومكسرات تكون نية طبعا وممكن إضافة ملعقة من زبدة الفول السوداني إذا كان متوفر وهذا كله بنضربه على الخلاط ويشرب كعصير طازج ممكن إضافة ربع ملعقة من القرفة ويعني ربع ملعقة صغيرة من القرفة والزنجبيل تحديدا للرجال فهذا المشروب راح يزيد الوزن وطبعا إذا شرب باستمرار طبعا مش إنو أنا أشرب مرة معنا تقول بزيد وزني لا وأيضا لتقوية الزاكرة وزي ما قلنا لتقوية القدرة الجنسية عند الرجال فلذلك حقيقة يعني الآن شوفوا يعني بدأ الأفوكادو بدأ يصمر يعني ياخد اللون المصمر نتيجة زي ما قلنا تعرضوا للهواء وتأكسدوا لذلك إذا أنا ما بدي أضيف لمون ليجب أن يؤكل بشكل سريع لكن لو أنا مثلا رشيت عليه رشية لمون أو خل رح يحافظ على اللون تبعه ويظل اللون رائع وجميل أيضا من فوائد الأفوكادو حقيقة يعني هناك الحديث بكثرة عن فوائد هذه الثمرة وهذه الفاكهة الرائعة زي ما قلنا كثير من الناس بعتبروا خضار وكمية الألياف الموجودة في الأفوكادو هي كمان رح يعتبر مساعد لحالات الإمساك يعني الناس اللي عندهم إمساك بإمكانهم برضو يتناولوا ثمرة الأفوكادو وممتاز جدا للنساء الحوامل ليش كويس للنساء الحوامل لأنه بيحتوى على كمية من الفوليك أسد لذلك الست الحامل لما تدخل الأفوكادو في نظامها الغذائي ممتاز جدا بالذات في الشهور الأولى ليش لأنه زي ما قلنا الأفوكادو بيحتوى على أوميجا 3 وهي بتحتاجه بالذات في الشهور الثالث بيحتوى على فوليك أسد فهو ممتاز جدا هي بتحتاجه والكمية الكبيرة من الفيتامينات والمعادن هذه بتحتاجه المرأة الحامل أثناء التغذي يعني بدل ما تروح تأكل شوكولاتة وتأكل أكلات غير صحية باعتقاد منها أنه هي حامل لازم تتغذى هذا هو الغذاء الحقيقي هذا الغذاء اللي قاعد بينتظر الجنين ولا ينتظر الأكلات السيئة والزيوت المهدرجة والدهون الكارثية هو بحاجة إلى دهون غير مشبعة وبحاجة إلى دهون صحية وكمان كبار السن كثير مهم يا جماعة أنه ندخل الأفوكادو لكبار السن لأنه كبار السن نتيجة ضعف جهاز المناعة ونتيجة العمر بتصير عندهم تغيرات منها تصلب الشرايين ومشاكل في القلب ومشاكل في الكبد وحتى البشرة عندهم بتصير فيها نوع من الجفاف نتيجة عدم شرب الماء لذلك إدخال الأفوكادو كعصير وكأكل لهم كتير مهم لو كل يوم قدناهم حبة أفوكادو بالشكل هما بحبوه راح كتير يكون ممتاز ونحافظ على التغذية الطبيعية لكبار السن